السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم في قناة سمتر الرؤى النهاردة عن حل تدريبات الدرس الاول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي من الوحدة الثانية الطاقة الكهربية والنشاط الاشعاعي من منهج العلوم للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب اولا اسئلة الكتاب المدرسي واحد اكمل العبارات الاتية اول جملة معنا بيقولك يتناسب فرق الجهد بين طرفي موصل تناسبا نغط مع شدة الطيار الكهربي المار فيه عند سبوت درجة الحرارة يبنقوله يتناسب فرق الجهد بين طرفي موصل تناسبا طرديا يبنكتب هنا طرديا مع شدة الطيار الكهربي المار فيه عند سبوت درجة الحرارة رقم اثنين يستخدم جهاز نغط لقياس شدة الطيار بوحدة تسمى نغط يبنى رقم اثنين يستخدم جهاز الاميتر لقياس شدة الطيار بوحدة تسمى امبير فنكتب هنا امبير رقم ثلاثة يقاس نغط باستخدام جهاز الفلتاميتر بوحدة تسمى نغط يبنقوله يقاس فرق الجهد باستخدام جهاز الفلتاميتر بوحدة تسمى فولت رقم اربعة يستخدم جهاز نغط لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدة تسمى نغط يبنقوله يستخدم جهاز الفلتاميتر لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدة تسمى فولت رقم خمسة عند توصيل موصلين مشحونين مختلفين في الجهد الكهربي فان الطيار الكهربي يسري من الموصل نغط جهدا الى الموصل نغط جهدا يبقى عند توصيل موصلين مشحونين مختلفين في الجهد الكهربي فإن الطيار الكهرابي يسري من الموصل الأعلى جهدا إلى الموصل الأقل جهدا السؤال رقم اثنين اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد يستخدم جهاز مغط لقياس القوة الدافعة الكهربائية للبطارية هنا نجيب لك اختيارات هل الفولتاميتر الأوميتر الأميتر فهنا عندنا القوة الدافعة الكهربائية للبطارية تقاس بالفولتاميتر فنختار الفولتاميتر رقم اثنين يستخدم الريوستات المنزلق في نقاط بالدائرة الكهربية قياس سيدة الطيار قياس فرق الجهد تغيير قيمة المقاومة فنختار يبقى الريوستات المنزلق بيستخدم في الدائرة الكهربائية في قياسه في قياس تغيير قيمة المقاومة فنختار تغيير قيمة المقاومة رقم ثلاثة يستخدم جهاز الأوميتر لقياس نقاط بالدائرة الكهربائية هل فرق الجهد ولا شدة الطيار ولا المقاومة يبقى عندنا جهاز الأوميتر يستخدم لقياسه لقياس المقاومة بالدائرة الكهربائية فنختار المقاومة رقم اربعة وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي هل أمبير ولا فولت ولا أوم يبقى وحدة قياس المقاومة القهربية هي اوم فنختار اوم رقم خمسة وحدة قياس شدة الطيار هي هل انبير فولت اوم يبقى شدة الطيار وحدة قياسها انبير فنختار انبير السؤال الرقم ثلاثة اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي واحد الممانعة التي يلقاها الطيار الكهربي اسناء مرور في الموصل دا تعريف المقاومة القهربية طب رقم اثنين تضفق الشحنات القهربية السالبة خلال مادة موصلة الوسيلك معدني دا تعريف الطيار الكهربي رقم ثلاثة كمية الشحنة الكهربية المتضفقة خلال مقطع من موصل في زمن قدر ثانية واحدة دا تعريف شدة طيار الكهربي رقم اربعة حالة الموصل التي تبين انتقال الكهربية منه او اليه اذا ما وصل بموصل اخر دا تعريف الجهد الكهربي لموصل رقم خمسة مقاومة الموصل الذي يسري فيه طيار كهربي شدته واحد امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت دا تعريف الاوم فنكتب هنا الاوم اولا اسئلة الكتاب المدرسي واحد اكمل العبارات الاتية اول جملة معنا بيقولك يتناسب فرق الجهد بين طرفيه موصل تناسبا نقط مع شدة الطيار الكهربي المار فيه عند سبوط درجة الحرارة اذا نقوله يتناسب فرق الجهد بين طرفيه موصل تناسبا طرديا اذا نكتب هنا طرديا مع شدة الطيار الكهربي المار فيه عند سبوط درجة الحرارة رقم اثنين يستخدم جهاز نقط لقياج شدة الطيار بوحدة تسمى نقط اذا رقم اثنين يستخدم جهاز رقم ثلاثة يقاس نقط باستخدام جهاز الفلتاميتر بوحدة تسمى نقط اذا نقوله يقاس فرق الجهد باستخدام جهاز الفلتاميتر بوحدة تسمى فولت رقم اربعة يستخدم جهاز نقط لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدة تسمى نقط يبقى نقوله يستخدم جهاز الفلتاميتر لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدة تسمى فولت رقم خمسة عند توصيل موصلين مشعونين مختلفين في الجهد الكهربي فان الطيار الكهربية يسري من الموصل نقط جهدا الى الموصل نقط جهدا وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة ارجوكم استفدتم معنا متنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لاصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة